إحنا أذهلنا العالم ومن أجمل وأروع اللحظات اللي شفناها في هذه القمة هي عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية صحيح في اجتماع الجامعة العربية في حاجات كتير إحنا بنشوفها دلوقتي وأنا دايماً بقول على فكرة إحنا عندنا رئيس دايماً بيسعى في البناء عمره ما سعى في الهد يعني كل حاجة بيحاول يصلح يعني هو بذل جهد في أنه يتلمي الشامل العربي وبذل كمان كلمته كلمته وثيقة في القمة العربية